السلام عليكم ورحمة الله درس اليوم نتكلم باستفادة عن كيف نعمل الغطاء الزجاجة ويكون جاهز للطباعة ممكن احد يتجي الى فهنا الغطاء الزجاجة بهذا الشكل يكون inner side ده كده الجزء الخارجي اللي بتركب عليه الغطاء كيف ننشئ ونعمل ديزاين بهذا الشكل ده كده 1.5 ده 2 ده 2 برضو ففي عدة اشكال فممكن حد يقول اننا عش نشتغل بالscrew ازاي وليكن عندنا وليكن موديل هكذا موديل 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 هكذا ممكن نخليها و هنا موديل 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 تدرج لو لاحظنا إنها هنا متدرجة لو شوفنا غطا زجاجة متدرجة هكذا مش سابتة فده بنسميه تدرج او فول اوف فده الفكرة الفيديو ده نزاي نينشئ تدرج اولا في موقع ازاي كده بيحسب لان التدرج اوتوماتيك بندخل عدد قيم اللي هو عدد الفيرتكس ممكن نتكلم فيه نقوله ولكن خمسين ممكن نبدأ براكم صغير او كبير خلان نبدأ ولكن باربعة عشرين اه number of loops اللي هي one two three four اللي هو الرأسية خلان نقوله ولكن اربعة الكتر الخارجي ولكن خلان نقول one الكتر الداخلي بوينت وليكن eight الهيط هنا مثلا او الهيط اللي هو ال H1 ديت وفيه ال H2 وهنا H ده ال H1 وال H2 هنا ال H3 وال H4 عادة ال H1 بيكون زي ال H3 فممكن نقول لنه ده كده بوينت one وال H2 و بوينت two ده one و بوينت two يعني تقريبا ال H2 ال H1 زي ال H3 وال H2 زي ال H4 ده بيكون مثلا نروح بالرقم من ده او او تقريبا تلت الرقم انا اخترت الرقم صغير اه ممكن نحسب هنا كالكوليت لو بنستخدم two point seven هنالغذيات لو بنستخدم two point eight في ما فوق three point six three point seven three point seven three point six three point five four انا كده ونعمل calculate بعد كده نعمل copy للسكريبت نيجي هنا وممكن اه نفتح قيمة السكريبت نضيف هنا قيمة نافذة السكريبت اه من تيكست ايطر نو فايل و بست طيب ممتاز كده ندال كده للسكريبت عندنا كمش محتاجين ده كده هكذا طبعا هنا هو انشاء اه ده كده الموديل عندنا ممكن يكون في تغييرات في الممكن نضيف مسلا ان الوتر ريدياس الاتش ون point one اه هنا البروفيل في الوف خلين نقول point two وهنا ده point four وده point four وممكن ده point four او تردياس وليكن اتنين one point eight و calculate ممكن هنمصلناش للنتيجة من اول مرة خلين نضغط بلاي مرة اخرى best وكا بلاي عفوا ال full off لازم يكون رقم اا مسلا اكبر من واحد خلين نبدأ مسلا الاو تردياس خلين نقول نرجع هن بوينت نين ام طيب اه هنا ده مسلا عشرة وهنا ده مسلا تسعة لهيه ده مسلا بوينت واحد بوينت تو واحد بوينت تو اند كالكوليت كوبي نحزف الاقديم بست ويرون طيب ده كده النتيجة عندنا اول شيء بنعمله احنا كده نتيجة عندنا اللي هي سريد هزي اول شيء بنعمله طبعا ازال سكرو طيب افادت بالسكريبت ازي ما احنا شايفين بيكون في هنا فول اوف بيكون في تدرج نفس نفس الديزاين في الحقيقة بيكون في تدرج هكذا برضو هنا بيكون في تدرج لكن سكرو بيكون اه بتكون كلها اه حاجة بتكون كلها مستواحد طبعا ده ده طبعا واقعي اكتر نضغط ام باي دستانس ازاي نجهز طبعا الملف للطبعه او ازاي ننشئ غطاء الزجاجة زكاب بوتل اول شيء نختار هنا الفيرتكس اللي فوق هنا والفيرتكس ديت وتأكدنا ان احنا في الفيرتكس اللي مش محتاجين دلوقات السكريبت الكورسر يكون في السنتر لو مش في السنتر نضغط شفت سي نختار الاثنين فيرتكس ونضغط ALT E SPIN ونفس العادي احنا كنا مختارين تقريبا 24 والزاوية التونستين اللي هتكون درجة كاملة لفنا لذا كله درجة كاملة نختار مثلا الاثنين هدول two edges and fill طيب هيتباق عندنا هنا الشكل ده فينا الثلاثة edges نضيف لهم الثلاثة edges وصدوا من ناحية التانية فكافل fill وfill لهذا الشكل هيتباق عندنا هنا مسلس فممكن نعمله في الهجز ده كده زاتوب طيب بالنسبة لي bottom نفس اللي عملنا فوق طيب ولكن ها عندنا ضيفين emit screw او اي ان كان فبساطة ممكن نختار هذا الجزء وهذا الجزء وشارة ولكن عندنا متين edge في نفس الطريق bridge edge loop هيتباق عندنا هنا انضيف تلاتة fill وهنا هنضغط هكذا fill ويممكن نعمل هنا extrude في الزي هكذا ده كده التصميم النهائي وهذا التصميم بالفعل هو جاهز للطبع طيب ايه هي ميزة الطريق نممكن طبعا نغير هنا العدد هنا زي ما احنا عايزين نغير parameters فالسكريبت ده بيوفر علينا كثير جدا وطبعا ممكن نضيف هنا ممكن ايه نطبع بشارة فالمضوع سهل وبسيط ايه و ال it the full ده كده التصميم النهائي والتصميم نس lizzo درس القادم ان شاء الله هنشوف ازاي ننشي غطى العلبة هو سهل هنضيف نفس الفكرة ولكن هنضيف بحيث يكون العكس. داك ها كان درس اليوم ازاي ننشي غطى زجاجة بطريقة بسيطة في اه في دون استخدام سكرمدفير وبطريقة بسيطة في بلندر نطريق اسكريبت لينك الموقع اللي هو بيحسب اه الفولوف هسيبه في الوصف واللقاء في درس القادم اه ختاما نعبر عن الكورس التحلم بلندر من الصفر على معقل قدمي الكورس بتناوله تفصيل المودلينج بيتناول ايضا التصميم التجاري والتصميم اللوبل الديزاين ويتناول بالتفصيل الشادر ايطر والنود ايطر وطبعا الكورس ابداتد وطبعا ده كورس اه بالعربي فيه كورس بالانجليش وهو The Art of Product Design تقريبا واحدة ساعة بالتفصيل من اول نسخة 2.7 ويتناول التفصيل اكتر من امثلة دلوقتي تقريبا 15 شابتر وفيه اه تصميم جميعا مع المنتاجات زي الهدفون الفرنتشر بيزنس كارد فيه طبعا ابداتد يعني تقريبا ده افضل كورس ممكن تجده في تصميم المنتاجات فيه بلندر اكتر من واحدة ساعة وطبعا ايضا الكورس ابداتد هنسيب لينك الكورسات دي في الوصف اللي حابي اشترك فيه الكورسات موسيقى